هذا وأكد سعادة سيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة حرص مملكة البحرين على تنمية علاقاتها بجمهورية كوريا الجنوبية في كافة المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية بما يسهم في فتح أفاق أرحب للتعاون بين البلدين الصديقين وأشهد سعادة وزير الصناعة والتجارة بالمستوى المتطور والرؤية المستقبلية للشركات الكورية والتي تعد إحدى أهم الشركات الرائدة في مجال صناعة الأجهزة والتكنولوجيات المتطورة والمتقدمة جاء ذلك لدى اجتماع سعادته مع السيد أهان دونغريو نائب رئيس شركة الجيل الإلكترونيات بحضور سعادة السيدة نور بنت علي خليف وزيرة التنمية المستدامة وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال بالعاصبة الكورية سيئول وخلال الاجتماع شد سعادته بتميز شركة الجيل وتوجهاتها المستقبلية النوعية والتي ساهمت في نيل ثقة المستهلك على المستوى العالمي لافتا إلى أهمية توسعة أفاق التعاون مع هذه الشركة العملاقة بما يصب في خدمة وتطوير العلاقات الاقتصادية الاستثمارية بين الجانبين